من أخبارنا كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في المنتدى الحضري العالمي أكد أن المنتدى بيعد ثاني أهم حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ وأن الحكومة المصرية كانت تسعى منذ فترة كبيرة لتنظيم هذا المنتدى الهام داخل مصر وضف دكتور مصطفى مدبولي أن تنظيم فعالية المنتدى الحضري العالمي داخل العاصمة المصرية قاهرة هي رسالة قوية للعالم أجمع بأن مصر قادرة على تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى السيدة أنة كلاوديا روزبخ المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية السيدة زملائي الوزراء مع الوزير التنمية المحلية ومع الوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السيدة الحضور اسمحولي طبعا أرحب بكم في مصر في فعاليات افتتاح وتنظيم المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 واللي بتعقد في مدينة القاهرة والحقيقة هذه الفعالية أو الاحتفالية بتبقى من حيث الحجم والأهمية هي بتبقى تاني أكبر حدث بتنظيمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ أو الكوب اللي برضو مصر كانت شرفت بتنظيم نسخة منه وهي النسخة 27 في مدينة شرم الشيخ فالحقيقة اختيار مصر واختيار القاهرة تحديدا ده شيء يعني رسالة مهمة جدا بتقدير منظمة الهابيتات للمدينة القاهرة وكل الفعاليات والمشروعات والاستراتيجيات اللي بتنفذها الدولة المصرية والحقيقة أنا ساعدتي يعني النهاردة مشتركة يعني ويمكن عدد كبير من الحاضرين لا يعلم ان أنا قبل ما تولي مسؤولية وزارة الاسكان كوزير اسكان ثم رئيس وزراء أنا كنت بنتمي للهابيتات أنا كنت مدير اقليمي للدولة العربية في منظمة الهابيتات والحقيقة من هذا الوقت وكنا بنسعى ان مصر تصديف هذا المنتدى فالحمد لله ان النهاردة يعني يعني يشاء القدر ان أنا بقى موجود وانا رئيس وزراء مصر مع هذه المنظمة وبنحتفل بتنظيم هذه الفعالية داخل مدينة القاهرة الشيء ايضا المهم اللي لازم حضركم تبعوا عارفينه ان الهابيتات لما كانت بتنظم هذه النوعية من المنتديات في الغالب بتفضل ان تكون في مدينة ثانوية او مدينة صغيرة لان بيبقى عندهم دايما تخوف ان تنظيم هذه الفعالية في مدينة عاصمة دولة دايما بيبقى لديها المشاكل والتحديات وممكن تخلق ضغط على الحركة داخل المدن فدائما كانوا يفضلوا التنظيم هذه الفعالية في مدينة صغيرة وعلشان يبقى تأثيرها مش كبير ولكن كان اختيار القاهرة في حد ذاته تحدي قاهرة 22 مليون نسمة فان النهاردة يعني تنظم فيها هذه الفعالية ويبقى هناك ثقة ان حركة الدخول والخروج وانتظام وتنظيم الفعاليات لهذا المنتدى بتواجد عدد ضخم جدا زي ما حركم سمعته الاسماء 37 الف مسجل عندنا 72 وزير عندنا 96 محافظ وعمدة مدينة بالاضافة الى المختلف يعني ممثلي المجتمع المدني قطاع الخاص الحكومات كل دا كان حيمثل تحدي لهذه المدينة عشان نقدر ان احنا نضمن الحركة من وإلى مقر المنتدى ولكن الحمد لله نتيجة للجهود الكبيرة جدا اللي اتعملت في محافظة القاهرة تحديدا وفي مصر بصفة عامة في مشروعات النقل الحضري والبنية الأساسية وكل المشروعات الكبيرة احنا لدينا الصخة والحمد لله ان هذا المنتدى حيبقى قصة نجاح بإذن الله ويمكن زي ما حضركم سمعته من السيدة المديرة التنفيذية الاعداد اللي السنة دي موجودة هي اعداد بكل المقاييز بالنسبة لهم هي الاعلى في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية الشيء المهم جدا ايضا ان اختيار القاهرة لان يعني الحقيقة كل ما يروج اليه برنامج الامم المتحدة الهابيتات من تدخلات في مستوى المدن هنلاقي فيه تجارب عملية على الارض وتجارب ثارية تم تنفذها في مصر وفي محافظة القاهرة تحديدا بدءا من مشروعات الاسكان اللي بتستهدف فئات محدود الدخل والشباب وعندنا طبعا مشروع الاسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين مرورا بتطوير المناطق العشوائية والمناطق الغير الامنة ومصر اعتقد الحمد لله لديها واحدة من افضل تجارب العالم وانا بقولها كخبير للهبيتات قبل ما بقى رئيس وزراء مصر مصر لديها افضل تجربة في تطوير وتنمية المناطق الغير امنة على مستوى العالم مرورا بموضوع النقل الحضري والمستدام البنية الاساسية المدن الجديدة الزكية والخضراء كل ده الحقيقة النهاردة هتلاقوا في القاهرة تجارب تجارب كثيرة جدا اتعملت في هذا الشأن طبيعي جدا زي اي تجارب بيبقى فيها النجاحات وفيها ايضا التحديات والدروس التي يمكن الاستفادة منها وبالتالي بالتأكيد حيستفيد كل المشاركين ليس فقط من الندوات وانا متأكد حتبقى هناك ندوات يعني شديدة التفاعل والنقاشات فيها حتبقى نقاشات ثرية ولكن ايضا حتكون لديهم الفرصة لزيارة مشروعات على الارض الواقع يشهدوا فيها ترجمة لما يعني يتم الترويج ليه من اسس واستراتيجيات لعملية التنمية الحضرية بالاضافة الى ذلك طبعا القاهرة كمدينة يعني معروف انها مدينة تراثية ومدينة حضرية وبتسخر بالعديد من مشروعات التراث العالمي واللي احنا ان شاء الله برضو اعتقد حيكون هناك مجالات للنقاش فيها مش عايز اطول على حضراتكم ولكن اعتقد ان هذا المنتدى ان شاء الله وبنأمل الدولة المصرية ان كل المشاركين ان شاء الله يستمتعوا بوجودهم داخل جمهورية مصر العربية وتحديدا في محافظة القاهرة ويكون النتائج يعني يخرج بها هذا المنتدى نتائج مهمة يعني تحدث فارق فعلا في موضوع التنمية الحضرية في ظل التحديات اللي العالم كله النهاردة بيواجهها وتصارع التغيرات الغير مسبوقة اللي بتحصل والازمات المختلفة اللي كل العالم بيتباحها النهاردة وكلها لها تأثير مباشر على التنمية الحضرية ايضا لا يفوتني طبعا ان مصر لديها تجربة ايضا رائدة والحقيقة يعني اخدت العديد من التقديرات وهي مشروحة يا كريمة والذي يستهدف طبعا تطوير المناطق الريفية ايضا والاستفادة اللي حتعود بصورة كبيرة جدا على حوالي ستين مليون مصري مرة اخرى برحب بحضراتكم جميعا في بلدكم الثاني مصر واتمنى لكم جميعا اقامة سعيدة في مصر ان شاء الله ويكون هذا المنتدى يعني يقابل كل التوقعات والتمنيات للخبراء والمعنين والمشاركين فيه انا بشكركم مرة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته